وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعية أزمة الأعطال التقنية العالمية والتعامل معها جاء ذلك خلال متابعة الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والمنوك وفي الشأن ذاته أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولا بأول مؤكدة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقرر لها